اشتركوا في القناة وتكون لمصالح الطفل الفضلة الاولوية في جميع الاحكام والقرارات والاجراءات المتعلقة به ايا كانت الجهة التي تصدرها او تباشرها وبمجاب القانون تنشأ في مملكة البحرين محاكم تسمى محاكم العدالة الاصلاحية للطفل تختص بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الاطفال ممن تجاوزت اعمارهم 15 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة كما تنشأ بقرار من الوزير المعني بشؤون العدل لجنة تسمى اللجنة القضائية للطفولة تختص بالنظر في حالات تعرض الطفل للخطر او سوء المعاملة المحالة اليها من النيابة المختصة للطفل وبمجاب القانون ينشأ بالوزارة المعنية بشؤون التنمية الاجتماعية مركز يسمى مركز حماية الطفل ويكون له مجلس ادارة يشكل كل ثلاث سنوات ويتولى وضع الخطط والبرامج الكفيلة بوقاية الطفل وحمايته من سوء المعاملة ويحدد القانون كذلك العقوبات بحق من يحرض الطفل او يكرهه على ارتكاب الجرائم او يعده لذلك او يساعده ويسهل عليه ارتكابها